اشتركوا في القناة ونحن بدورنا نؤكد النقاط الاتية في حال اي تجاوز عدم لعب لقاء العودة بالجزائر وطلب نقل اللقاء الى المغرب لضمان حماية منتخبين ولعبين طلب اقصاء المنتخب الجزائري من المنافسات القارية وحتى العالمية ومعاقبة اي متسبب في امور خارج الرياضة اتخاذ قرارات صارمة تجاه الجماهير الجزائرية خصوصا في حالة التشويش على البعثة في الفندق عدم اللعب في ملعب شاكرا صغير وذو الارضية السيئة والتي لا تليق بحجم الاسودة الغير مروضة وتبقى مجرد تصريحات من مصادر غير رسمية في انتظار هذه المباراة القوية والهمة والتي ستمكن الفائز فيها من التأهل الى مونديا القطر 2022 اتمنى الآكرة موسيقى